أشاد الفريق الرقم معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بدور رجال الدفاع المدني وإنجازاتهم الوطنية والإنسانية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وأكد معالي الوزير دعم الوزارة للقوى البشرية وتأهيل الكوادر ومد جسور التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات لضمان سلامة العامة للأفراد والمنشآت جاء ذلك في كلمة الوزير بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق اليوم الأول من مارس حيث أشار الوزير أن احتفال البحرين بهذه المناسبة يأتي تزامنا مع احتفال سائر دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار هذا العام نحو مجتمع آمن وذلك تعبيرا عن الهدف الأسمى لجهاز الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة المجتمع وبهذه المناسبة أشاد معالي وزير الداخلية بدور رجال الدفاع المدني وإنجازاتهم الوطنية والإنسانية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وما يتمتعون به من جاهزية وكفاءة واستعداد لتلبية نداء الواجب وبواجهة الصعاب في أقصى الظروف بكل شجاعة وإقدام مما جعلهم موضع الثقة والتقدير من كل أبناء الوطن وفي هذا السياق أشار معالي الوزير لمضي الوزارة في تقديم كافة أشكال الدعم من حيث تدريب وتأهيل القوى البشرية من أجل تمكين أجهزة الدفاع المدني من إنجاز المهام الموكلة إليهم ولتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد وإمداد الجهاز بالمعدات الحديثة والتقنيات المتطورة من نظم الاتصالات والسيطرة والتحكم من أجل اكتساب القدرة على التعامل مع كافة المتطلبات وسائر الأوضاع المحتملة وأمد جسور التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات من أجل ضمان السلامة العامة للأفراد والمنشآت وقد أكد معالي وزير الداخلية استمرار أجهزة الدفاع المدني على التواصل مع الجميع من خلال برامج الإرشاد والتوعية وإجراء التدريبات للهيئات والأفراد على عمليات الإنقاذ وإفساح المجال لتعزيز مفهوم تطوع وإنشاء الفرق المدربة لتكون رديفا لأجهزة الدفاع المدني عند وقوع الكوارث وفي الختام أوجه الفريق الرقم معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية تحية شكر وتقدير لرجال الدفاع المدني على ما يقومون به من جهود مخلصة وتضحيات من أجل توفير السلامة العامة وحماية الأرواح والمنشآت كما أثنى بشكر الجزيل على كل ما يتعاون مع رجال الأمن ويقدر عطاءهم الوطني الكبير متمنيا للجميع التوفيق والسداد وفي نشرة سابقة تطرق العميد محمد شويطر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أبرز الفعاليات والأنشطة احتفاء بهذا اليوم تم إعداد برامج متعددة ابتدت من يوم الخميس ويوم أمس الجمعة ويوم السبت طبعاً ابتدت في مجمع سيتي سنتر خلال هذه الثلاثة أيام بمشاركة الجمهور بالمجمع بعرض سيارات حديثة بسيارات التدخل السريع التي خبرتكم عنها وآليات والآليات الحديثة وتم توزيع الهدايا على الجمهور كذلك تم شرح للموقع الإلكتروني الحديث طبعاً للدفاع المدني للجمهور للدخول على هذا الموقع لمشاهدة الأنشطة والخدمات ومشاهدة أمور السلامة بالإضافة التوعية العامة للجمهورة الاستفادة منه كذلك اليوم عندنا من الساعة أربع عصراً إلى الساعة السادسة مساء سيكون هناك كرنفال بمشاركة آليات الدفاع المدني الحديثة عندنا طلب طبعاً مروراً بشارع الملك فيصل إلى جسر الشيخ عيسى وعراد والحد متوجهة إلى ممتزه صاحب السمو الملكي سيدي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه وكذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية التابعة للأمن العام